ايش هي اهم الاطعمة اللي يجب ان تتناولها الام المردع اوكي هلا المردعات مرات بوقعوا بمشاكل انه ما عم بياكلوا بالطريقة الصح بدهم يكون في عنا كمية كافية من الحليب للولاد لاطفالهم اللي عم بيرضعوهم بنفس الوقت بيكونوا بدهم ينزلوا وزن فمرات بوقعوا بهاي المشكلة انه بركزوا على اطعمة يعني كتير احنا مرات من عاداتنا انه المردعات بيعملوا كراويا بيعملوا حلاوة بسيروا بيعملوا 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 بيعمل نشربها على شكل مشروبات بدون كميات كبيرة من السكر وفيه أعشاب لازم نبتعد عنها مثلا البابونج بكميات كبيرة البقدونس هذولا ممكن يقللوا من إضرار يعني ما يكلوش طبولة خلال الرضاعة يعني ننتبه أولها للكميات اللي عم ناخدها نعم هلا إنت بيصير حليب أول إشي إذا عم ناخد كمية سعرات كفاية عادة المرضيعات بدهم 400 سعر حرارية إضافة عن احتياجاتهم اليومية عشان يكون فيه عندنا كمية كافية من الحليب ولازم يكون الحليب من الأغذية أو هاي السعرات جاي من أطعمة صحية وفيه نقطة كتير مهمة إنه المرضيعات بصيروا بدهم ينزلوا وزن بشكل سريع صحيح وهذا غلط إحنا المعدل إذا عم نحكي على أول خاصة أول شهر شهرين بالشهر المعدل الطبيعي لمرضعة عم تردع بشكل كامل طفلها وعشان ما يتأثر الحليب عندها بنفس الوقت تنحف يفضل مش أكتر من 2 كيلو بالشهر وعادة لا تقدر تنزل بدها فترة 4 إلى 6 شهر إذا كان عندها زيادة مفرطة في الوزن ممكن دها أخذ أكتر من 6 شهر فاللي بوقعوا فيه واللي بشوفهم دائما بالعيادات إنهم بيجوا بدهم ينزلوا بشكل سريع نعم وبدهم يعملوا حيمي وبنفس الوقت بدهم يرضعوا نعم أكيد والآن الدكتورة بنشوف مجموعة من الصور لبعض الأطعمة لحتى نحكي عنهم أكتر ولكن دائما زي ما حضرتك تفضلتي دائما الخيار للأطعمة الصحية هو خيار مفيد وكويس وبنفس الوقت بساعد الطفل والأم بالزبط نعم إذن خلونا نشوف هذه المجموعة من الصور يعني أكيد شرب الماء وهذا هو بترفي زي ما بقوله سؤال المليون دكتورة ما بعرفوا يشربوا مي كتير ما يشربواش مي كتير بقولولك إذا بتردعوا يشربوا حليب أكتر فشو رأيك السوائل كتير أساسية وهاي مهمة جدا كمان يعني فيه كتير من المرضعات اللي ما عم بيكون عندهم كفاية حليب ممكن لأنهم عم بيشربوا سوائل أقل بشكل طبيعي الطفل عم بيرضع فأكيد بدها كمية سوائل مش أقل من 2.5 لتر وممكن السوائل هاي ناخدها كمان من الأعشاب إذا هاي بتشرب ينسون حلبة كذا نحسب الماء وغيرها نعم نركز على البروتينات وتكون من مصادر صحية الأسماك على أقل مرتين في الأسبوع اللحوم ودجاج زي ما حكينا تقريبا معدل السعرات اللي بتحتاجها المرضعة ما بين 2000-2400 إذا كان عندها سملة مفردة خلال فترة الحمل ما لازم تقل السعرات عن 1800 سعرة حضرت 1800 عشان ما يتأثر كمية الحليب نعم ممكن نتبع 1800 كمان اللحوم لأنه مصدر بروتين وحديد هذا كله بساعد على تكوين كمية كافية من الحليب وإذا كانت عم تاخد مكملات خلال فترة الحمل ممكن تكمل فيهم يعني ملتي فيتامين خلال فترة رضاعة نعم حصا إذا مثلا تغذيتها كانت مش كتير بس هي لازم تركز على التغذية عشان يكون في عنا كفاية حليب فأسماك لحوم دجاج البروتينات هاي من أهم الأشياء اللازم ندخلها بالنظام الغذائي تاعة المرضعة على الأقل بدأت أكل أتكفة الإيدها يعني باليوم اللي هو من البروتينات يتنوع ما بين بروتين نباتي وحيواني عندنا الفواكه والخضار أساسية جدا على الأقل بدأتها ثلاث حبات فواكه في اليوم والخضار مش أقل من خمس حصص في اليوم برضو رح تكون مصدر لفيتامينات ومعادن بتساعد بإدرار الحليب ومصدر للسوائل نعم جزء من السوائل نعم وتذكيرا للحصص دكتورة ماذا نعني بها؟ مثلا تفاح حبت تفاح ست حبات فراولة 17 حبت عناب هادول المثال على حصة فواكه الخضار زبدية خضرة سلطة هاي تعتبر حصة أو كوب كفكيرة أو كفكيرتي من الخضار المطبوخة بامية فصولية خضرة هادول تعتبر كمان حصة من الخضار المطبوخة نعم فبدأتحاول بالثلاث وجبات يكون فيه إدراج للفواكه والخضار نعم كمان الحبوب الكاملة النشويات كتير أساسية فيه حوامل كتير ممكن نقلل كمية النشويات إذا الحمية كانت 1800 بس ما نقلل كتير لأنه هذا ممكن يأثر على كمية الحليب واللي بتكون كافية ونختار النشويات الصح شوفان حبوب كاملة أرز بسمتي بطاطا ما شوية ما يكون فيها نسبة جهون عالية عشان بنفس الوقت تقدر تنزل وزن وتحافظ على كمية الحليب اللي عند الأطفال هذا حكينا عنها من الأشياء اللي بنا نخفف من التناولها نعم بقدونس ما يكون بكميات كبيرة لأن شوية من الأعشاب شمعنا دكتورة بتأثر على عملية إفراز الحليب على يعني التكبير الحليب عنا كمان العرقسوس من الأشياء اللي بفضل تبتعد عنها نعم المرمية المرمية بنقلل منها والعرقسوس هدولا نخفف منهم لأنه هدول شوية بيأثروا أعشاب ممكن تقلل من إدرار الحليب تمام الشومر كتير مفيد طبعا الشومر بيساعد على إدرار الحليب من الأشياء اللي ممكن ناخدها زي الشومر الأخضر هي أه أو نشرب شومر بيخفف النفخة وبيساعد على إدرار الحليب وعنا اللي ينسون حكينا مفيد والكراوية والحلبة بس زي ما حكينا الحلو الكراوية احنا بنعمله هو بعمله برز وسكر فإذا بدأت تاكل ده تاكل إش بسيط ما منضلنا طول يعني فيه حوامل بينسوا الأكل وبيضلهم طول النهار بس بيأكلوا حلبة وحلاوة وهيك فبيصير إيش عم بزيد وزنهم لا ونقلل السكر بشكل عام يعني أنا هذا موضوع السكر دكتورة من كتر ما عم بشوف قديش عم بكون مؤذي وعم نشوف بنقرأ كل هالمقالات ومنسمعكم وانتو عم تحقوا يعني مش ما أقول لسه ما مش عم منقلل السكر بحياتنا للأسف عم تكون أكثر كمان لأنه أصلاً صار فيه سكر بكتير منتجات والناس شهوتها للحلو عم بتكون كبير ليه في مرات في ناس مرات واحدة من الأسباب الناس بتركوا حالهم بفترات طويلة بدون أكل لما الواحد يوصل لمرحلة الجوع الشديد بصير بدو يأكل أي شيء سريع صحيح فرح يلجأ للحلويات نعم غير الإدمان اللي عم بكون على السكر فاهم الأشياء اللي ننتبه لك طبعاً وهذا كتير مهم كمان للمرأة اللي عم بتردع لأنه الأم اليوم لما عم بتردع ما بتقدر تترك حالة من غير أكل لفترة كتير كبيرة طب الدكتورة يعني شرب الماء إذا فيه مرضعات وأمهات بقولولك أنا مش مستصيغة شرب الماء أنت قلتي ممكن ناخدها من سواء الأخرى لذب ولكن كيف نقول نقول مثلاً على القليل يكوباي بالساعة حتي لحالك مثلاً يعني كيف تسعديهم دائماً ممكن يذكروا حالهم بشرب الماء اللي هو قبل الرضاعة وبعد الرضاعة أوكي دائماً لو أخلط نصف كاسة خاصة إحنا أول شهر أول شهر إذا كان رضاعة إكسكلوسيف يعني بدون أي حليب صناعي فبالتالي هي رح تردع فترات طويلة يعني ممكن كل ساعة كل ساعتين ممكن إنها اضطر تردع الطفل خاصة أول شهر فممكن نذكر حالها دائماً كاسة الماء موجودة جنبها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة هذا كتير بيساعد بإدراء الحليب وإنه ما تكون أكمية الحليب عندها قليلة كمان التوتر خاصة مرات منشوفها عند الأمهات اللي عندهم بيبي لأول مرة الاسترس والتوتر وإنه ابني ما بيكفي الأكل وأنا بدي أنحف بسرعة هيك بيسير لأنه إحنا طبعاً بالعيادة بكونوا متضايقين يعني خاصة اللي بيزيدوا كتير لما يزيدوا وزن كتير بتفكر إنه أول ما ينولد البيبي كل هذا الوزن رح يروح فهي مرات ممكن تنصدم بالواقع إنه اللي زدته أنا أو اللي أكلته كتير بخلال الحمل هاي هم موجودين بس أنا نصيحتي دائماً إنه شوي شوي زي ما زاد هذا الوزن خلال تسعة شهر أكيد ما رح ينزل بشهر و شهرين فالنزول السريع ممكن يؤدي إنه ما تنجح الرضاع للطبيعية ممكن تؤدي إنه كمية الحليب ما تكفي للبيبي وممكن تنزلي بطريقة غلط أو إنه تقليل الكميات بشكل كتير كبير بيعمل توتر بيعمل استرس بيعمل اكتئاب خاصة إنه كتير أمهات معرضين للاكتئاب ما بعد الولادة طبعاً فهاي بدنا ننتبه لإلها لأنه كمان التقليل كميات النشاويات بشكل مفرط ممكن كمان إنه يعمل توتر ونرفزة ويزيد حالات الاكتئاب أكيد يعني دائماً معلوماتك رائعة دكتورة ودايماً هيك بتغذينا بكل ما هو صحي وجميل فشكراً جزيلاً جميلت معنا دكتورة ربا